موسيقى من جديد مرحب السادة المشاهدين في حال البلد السودان تحت قصف الإعلام المصري مجددا بعد الخلاف حول التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات سد النهضة واختيار السودان لموقف مبني على مصالحه وتقديراته لكن بلا شك إذا اختار السودان موقفا لا يتماهى مع الموقف المصري فهو منحاز وهو تابع لأثيوبيا وإلى آخر هذه التوصفات التي يمتلئ بها الآن الإعلام المصري منذ الأمس فما هي حقيقة الموقف السودان وعلى أي شيء بنى تقديراته تقديرات الوفد السودان الموجود في هذه المفاوضات وهل صحيح أن قيام سد النهضة كما يقول الإخوة في مصر يضر بمصالح السودان وهل استخدم السودان حصة المائية كاملة يعني أين هو الضرر الذي يمس السودان في قيام سد النهضة يعني وماذا عن حصة السودان في مياه النيل أنا سعيد بالحوار هذه الليلة مع ضيفين الكريمين وأبدأ من اليمين بالدكتور سلمان محمد أحمد سلمان الخبير الدولي في مجال المياه مرحب بك دكتور سلمان وسعيد كذلك اليوم بمشاركة البروفيسور سيف الدين حمد رئيس الجانب الفن السوداني في مرفضات سد النهضة لأول مرة معنا داخل الستوديو مرحب بك السلام عليكم ونبدأ بتقرير ونعود عادت أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى السطح مجددا وذلك بعدما قرر فريق التفاوض الوزاري بين إثيوبيا والسودان ومصر وقف المباحثات الفنية ورفع الأمر إلى المستوى الحكومي للدول الثلاث بحثا عن فرص وسوانح جديدة للتوافق بخصوص التقرير الاستهلالي الخاص بدراسة آثار السد على دولتي المصاب والذي انقسمت حوله مواقف الدول الثلاث وما زاد الأزمة اشتعالا بحسب مختصين هو أن المتحدث باسم وزارة الرئي المصرية الدكتور حسام الإمام صعد من موقف حكومته عاقب انفضاد المباحثات التي جرت بالقاهرة دون الاتفاق حول التقرير الاستهلالي الخاص بدراسة آثار السد حيث قطع الإمام بجاهزية مصر للتصعيد في ملف سد النهضة إلى التحكم الدولي على نحو ما سلكته من قبل في قضية طابة وهي التصريحات التي اعتبرها مراقبون تحمل تصعيدا غير مألوف في قضية سد النهضة الإثيوبي خاصة أن الحكومة المصرية ظلت تقول إنها لن تقبل بقيام السد ما لم تتأكد من أنه لن يمس بالحقوق التاريخية لدول المصب في مياه النيل وربما ذلك ما جعل إثيوبيا تجهر في غير مرة واحدة بأنها لا تنتوي الإضرار بمصالح السودان أو مصر من خلال إنشاء سد النهضة ولكن مع ذلك ظلت الحكومة المصرية تنظر للسد بعين الشك وهو ما استبان في موقفها الجديد الذي جاء بعد ساعات من فشل اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية في التوصل الاتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي بعدما رفض السودان وإثيوبيا الموافقة عليه بعد أن دعت مصر إلى اعتماده فهل دخلت أزمة سد النهضة الإثيوبي مرحلة جديدة من التعقيد وما تأثيرات الموقف المصري الجديد على مستقبل بناء السد كل هذا وأزيد سيكون حاضرا في طاولة النقاش طيب احنا قلنا أن السودان تعرض لهجوم حاد في الإعلام المصري منذ الأمس فحقه عشان ما يكون كلامنا بلا دليل أنا أحيل الأستاذ المشاهدين والضيفين الكريمين في الستوديو إلى بعض النمازج من هذا الهجوم ضيفي في الستوديو سيد هاني رسلين تفضل سيد هاني طبعا أنا أشكر الأستاذ عبد المنعم لكن عندي بعض النقاط السريعة أنا عايز أقول بالفعل كان في خلاف وقهات النظر في داخل السودان بين الخبراء المتخصصين لكن تم تسييد وجهة نظر واحدة هي المؤيدة للسد وده كان قرار سياسي وعايز أضيف كمان أنه الآن الرئيس البشير أعلن تحالف عسكري أمني استراتيجي اقتصادي مع أسيوبيا المواقف السودانية داخل قاعات الاجتماعات هي مؤيدة للطرف الأسيوبي طوال الوقت وهذا واضح حتى في وسائل الإعلام السودانية وفي تصريحات المسؤولين وفي غيرها عايز أقول نقطة ثانية مهمة جدا للغاية أنه الخلاف أو التفاوض ما كانش حول مبدأ إنشاء السد مصر سلمت بحق أسيوبيا في التنمية كما ذكرت في المقدمة ومصر أيضا قبلت في نهاية المطاف بالأبعاد نتيجة إصرار أسيوبي وضغط هائل بأبعاد السد ومواصفاته وكان الحديث حوالين الملء والسياسة التشغيلية بهدف تقليل الأضرار وده الغاية الآن هو اللي بيتعسر لأن أسيوبيا تتفاوض بسوء نية لديها استراتيجية واضحة خلينا نسيب النواية لرب النواية لا هي نقرأها من خلال الوقائع ومن خلال التحركات في داخل التي انتهت إلى النتيجة الحتمية بفشل هذه المواحسات فالهدف من ذلك كله الهدف أن أسيوبيا لا تريد أن تضع لعاتقها أي التزام قانوني تقاه الدولتين أسفل النهر هم مصر والسودان لا تريد أن تضع أي لكن السودان شايف في الأمر إيجابيات كثيرة السودان هذا قراره وهو نظامه السياسي يسأل أمام شعبه لا يسأل شيء أمام أحد آخر لكن احنا بنتكلم أنه جزء من القصة دي مصر والمسادف الرئيسي هو مصر السيوبيا تريد أن تتحكم منفردة لا تتقيد بأي التزام قانوني سواء فيما تعلق بسنوات الملء أو بسياسة التشغيل أو بأي اعتبار فني آخر بتعتبر المياه ملك خاص لها وأنها صاحبة حق في السيادة تفعل كما تريد وهذا مخالف لأي قواعد معمول بها في أي مكان في العالم موقف السودان الحقيقة بدأ في البداية المشكلة أنه متفق مع مصر ويعارض بناء السد ولكن تدريجيا الشكل يتغير في الظاهر لا بعدها انتقل أنه يبقى محايد وأنه يتوسط ما بين مصر وإثيوبيا ثم انتقل إلى التأييد العلني والزيارات المتبادلة وحقيقة السودان صحيح هو السودان المستفيد الأول من صد النهضة أكثر من إثيوبيا نفسها علشان هياخد كهرباء البلاشة هياخد كهرباء ويتحكم في الفيضان اللي هو بيغرق النيل الأزرق كل سنة وهيمنع الطمي عن السدود السودانية اللي آخرها عله سد الروسيرس يعني حوالي عشر متر علشان ملق خمسين في المية منه بالطمي وحينظم المياه هتبقى بتمر طول السنة وبالتالي السودان يزرع طول العام لكن دي كلها منافع ظاهرية هناك خطر شديد جدا وحيانا بشبهه بعربية مارسيدس حديثة جدا لكن ما فيهاش فرامل فهذا السد بالنسبة للسودان هو فعلا عربية مارسيدس من غير فرامل ففيه منافع ظاهرية ولكن لو حصل انهيار وده متوقع جدا لأنه كما حضرتك ذكرت أن مواصفات السد مبالغ فيها للغاية ولا يوجد سند هندسي لهذه الموصفات فاحنا بنقول للسودان الحقيقة يعني هو لم يحسن الاختيار بالتأييد الكامل لاثيوبيا لأن يعني فيه وده قلته في السودان الاسبوع الماضي أن لو السودان وقف مع مصر مش هنا ضد اثيوبيا احنا خلاص احنا مش ضد اثيوبيا في إقامة مشروعات تنمية ولكن لا تضر الاخرين السد لو بالساعة التخزينية 74 مليار هيحقق للسودان المنافع اللي ذكرتها كلها ولو تخزينه 30-40 مليار هيحقق للسودان جميع هذه المنافع ليه السودان ما خدش موقف مع مصر أنه هو يحمي نفسه من الخطر في حالة الانهيار ويوافق على تخفيض الساعة وفي نفس الوقت هيحصل على جميع المنافع لم يحدث هذا المنافع لم يحدث بنا مشكلة أولا قولي قبل ما نروح لقانون الدولي موقف السودان ايه فندم ممكن تقولي لو سمحت والله يعني السودان يعني بياخد متبني موقف ما بين هذا وذاك يعني ايه هذا وذاك يعني لما كان بما فيه مثلا في الجلسة أخيرا بارح آآ الجانب الأسوي بطرح فكرة أنا رفضها وأنا بطرح فكرة وأنا رفضها السودان كان بيحاول إلى حد منه هو يقدم مقترح وسط لكن بالنسبة لي هذا الوسط لم يكن مقبول يعني حتى لو طرحوا السوداني مش مقبول بالنسبة لنا آآ الطرح السوداني ما هو بص حضرتك معلش أنا آسف أنا رجل مش فني وحضرتك رجل قانون دولي وهذا الموضوع عندكم فأنا عايز زي ما أنا عايز أعرف عايز المواطنين يعرفوا كمان وحاك تقول المواطنين الحكاية كلها على بعض الاجتماعات دي بيتم فيها ايه فالجانب السوداني بتقول اللي طرحوه بالنسبة لنا مش متسق معنا مش كده معه أنا أتلمة بحاول أرضي الأطراف الأخرى بحاول أرضي الطرفين التانيين فأخير الطرح بتاعي مش هيحوز قبولهم هما الاثنين لأن احنا وصلنا لموقف فيه شبه تسلم فأنا لن أقبل يعني أنا قابلت التقرير الاستشاري وفيه احتمال مثلا يبقى فيه علي ضرر لكن أنا ضامن من المعايير اللي هيعتمد عليها دي من المؤكد أنها هتحدد لي ضرر على وجه يقين فهيبه معروف أنا ممكن يحصل لمشكلة عاملة دي طيب طيب السودان طول المفاوضات واخد جانب إسيوبيا ولا مع نفسها ولا منحزق ولا مع موقف مصر ما هي دولة مصب كمان ولا هما مش يتضرروا هي دولة مصب صحيح لكن برضو يعني نضع فأعتبرنا أن هذا السد في هذا المكان قد يكون يحقق بعض المصالح السودانية قد يكون يحقق بعض المصالح السودانية معلش أنا عايزة أسمع الجملة على آخرها قد يحقق بعض المصالح السودانية نعم وبالتالي بص يا سيد أحمد يعني القانون الدول أو العلاقات الدولية بتعتمد على المصالح نعم فكل طرف مفيش فيها حتة يعني الشقيق والأخ والعزيز يعني كده يعني بتقلب لما بتكون فيها مصالح فكل طرف بيحاول على قدر الإمكان تخصد مصالح طبع الأمور فهو مفيد بالنسبة للسودان ومضر بالنسبة لنا أقدروا لها كده لو هيحقق بعض المصالح ليهم بهذا الشكل فمشي حالنا مصالح قراري آه خالص طيب هذه هي ردود الإعلام المصري على يعني دينا مازج نحن حكاية مليانة كثير يعني لكن في منهم الآن أنه نبدأ تحرير الموقف السوداني حيال ما تم في هذه المفاوضات ولو بدأنا من من النقطة الأخيرة صحيح بيعني من يجب أن نفصل هي الموقف الكلي هل يتبنى على مصالح البلات هل يتبنى على مؤامرة على خيانة مهما يقال يعني مما يقال الآن لكن رصف الدين يعني الدين كده النقطة الخلافة الأخيرة اللي هي الآن الإعلام المصري يثجر بهذه الشكل الكبير يعني شكرا لأخير طاهر طبعا هذا التغرير الاستهلالي هو طريقة الطريقة الحيتبع المستشار في الدراسات يعني ما يعني عشان ما يحسن خلط هو ما التغرير بتاع الدراسات هو الطريقة التي استهلالي الطريقة الحيتبع المستشار عشان يتم الدراسات لأننا شايف في خلط في الغنوات المصرية وافتكروه لدى التغرير يعني الدراسات فهذه الطريقة بس ونحن كان في الاجتماع القبل الاجتماع مصر كان في الاجتماع في أدس والسودان كان قدم مقترح والحين لما نقدم مقترح عندنا أشياء معين أولا بالراعي الجسد الأول هو مراعاة مراعاة مصلحة السودان نحن ما دارنا نقول سودان فرزي قصة أمريكا فرز طبيعي يا أخي وكلام مصالح الجزء الثاني أن السودان كدولة يعني وسط الجغرافيا بين مصر والسوريا برضو بتحتم على نحن وسط في الجغرافيا وسط في الثقافة وسط في التفكير بتعاني عن النيل ذاته أن وسط بتحتم علينا أنه نلعب دور بتحتم علينا هذه الوسطية فقدمنا مقترح في أثيوبيا وشرحناه للجانبين لحل النغاة العالغة حتى المسيار طبعا جمع زي 90% من المعلومات وبرضو كان مقترح من السودان وكان رفضها في الأول مصر نحن قلنا أنه في معلومات ممكن تنجمع يعني ما في أخلاف وبرضو كان مقترح في أسيوبيا وبرضو نحن قلنا سحبنا المقترح جاءت مصر قالت في آخر اتماع والله نحن 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 المقترح ورجعنا ثاني المقترح وفعلا زي ما ما تصور السودان بالضبط تجمع 90% من المعلومات الباقي 10% الخاصة بالزراعة والسحب بتعلم الآن لما نحن في أسيوبيا قدمنا مقترح وقعدنا مع الأطراف خارج وداخل الاتماع وشرحنا شرح وافي والدولتين السيوبيا ومصر كان طلبت أن ترجع للتشاور في الدول مزيد من الخبراء أو مزيد من السياسة واتفقنا أن تقابل في مصر جئنا في مصر السيوبيا جابت رد على المقترح كتابة ومصر ناقشت قالت يا معطرد على النقاط واحد اثنين ثلاثة عندها رأي مأيد بعض النقاط عندها تحفظات على بعض النقاط فقمنا وعدنا المقترح المقترح الأخير تقريبا السيوبيا لم يكن عندها عليه اعتراض ظاهر ومصر طلبت في آخر الاتماع قالت دارين نرفع هذا المقترح لجهات أعلى والاتماع كان بشفافية جدا وبطريقة ودية وفنية بحتة ما كان في أي يعني تفسير شنو الموقف المصر أنا عايز أرجع يا أخد طهر أن واحدة من النقاط الأساسية كانت مثلا في الخلاف كان من أين تبدأ الدراسات فمصر تفتكر أنه الدراسات تبدأ من الموقف الراهن بمعنى الموقف لأنه المناسب الحالة في سد العالي المياه تقعد تسحب مصر في الوقت الراهن السودان نحن كنا صراحة لمصر من جونا في السودان ونحن ونحن عندنا اتفاقية بتاع 59 بتجمعنا يعني هما دار يشيلوا سنفصل الكلام كده للساد المشاهدين هما دار يبدوا من الأمر الواقع الراهن نعم هل هما بيأخذوا فيه أكبر مما أعططوا لهم اتفاقية 10 وينتوا رفضتوا الحكاية نحن يعني ونلون أنه يا أخوان في في اتفاقية بتجمعنا اتفاقية 1959 حددت الأنصب لكل دولة وكل ظروف الرهنة فنحن نخلي الوضع الاساسي اللي هو يسموه الاساسي لأن تقسع مستوى الضرب نخلي الوضع الاساسي الاتفاقية لأنه نحن محترفين وعندنا نهاية تجتمع لا ستين سنة ومتواصلين وعندكم هنا الرئي المصري وكل العمال يتمع عن طريق الاتفاقية فطبعا هم من ناحية غلونية لا يستطيع يرفض هذه الاتفاقية ومن ناحية فنية يفتكر أنه لو لو تنفزت هذه الاتفاقية ستجزه الكامبيون إضافي من حصة السودان والحصة الغير مستغلة غد يتم تخزين المهم هذا كان جزه أساسي طبعا نحن نعتبره من الخلاف ولكن أفتكر هذا وأسيوب نحن قدرنا نضغط على أسيوب لأنه والله أنت غير مزنى بهذه الاتفاقية ولكن نحن نضعها كنقطة أساسية لأنه هي تحكم العلاقة بين مصر والسودان اتماعات تمت في الجو وحتى أنا أمس لما أنا خارج ماشي على المطار غشية القطاع أخذت جلس ساعتين مع الأعضاء اثنين رئيس الجانب المصري وعضوا برضو الأجنة فنية وشرحت لهم هذا المخترح ثاني تم نغاش حوله لمدة الساعتين قبل ما أجي المطار وكان نغاش ودي جدا وبتفاهم تام حتى شرحت بعمق يعني ماذا يعني المخترح السوزالي من ناحية فنية طيب حليني بس عيدة تركز سنجي لدكتور سلمان الخلافة الآن حول التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات السن الرافض التقرير الاستهلالي بتاع الاستشاري هو ثيوبيا والسودان ما هي الأسباب بتاعترف في الأسباب الرئيسي طبعا هذا المخترح كان يجب أن ينبني على المخترح الفني زايد التوضيحات الاستضاحات من الدول زايد العقل التعاون فتلاحظ المستشار ما تغيد المستشار عنده مرجعية لا يجب يتغيد بها بزبط كده الثلاثة او او ما تغيد المرجعية يعني احنا بنقول فيرباتم اللي هو انت في دام في الاتفاقيات ما بتشوف ها الأحسن تشوف المتفق عليه يعني في اشياء كثيرة مرة بنتنازل من الأحسن إلى المتفق عليه في بعض المواعق قال لجماعة والله احسن انه بدل الطريقة نستعمل الطريقة طبعا نحن عارفين احسن شو لكن في حاجة متفق عليها مرجعية واضاب بعض الحاجات ما كانت من ضمن السكوب اللي هو من ضمن النطاق النطاق بتاع الدراسة وطبعا هذا حال لا سهل واختنعت أسيوبيا أنه نتكلم مع المستشار طبعا نحن كنا نتفق التلاهي الدول وندي المستلد للمستشار وهو يرد لنا أسيوبيا كانت رفضت أنه نتحدث ونتناغش مباشرة مع المستشار في اتماع الأخير أسيوبيا غافقت أنه نستدعي المستشار وننخش في الأشياء التخطي التعاقد فيها في التغرير الاستهلالي أنا أنا أفتكر العكس أسيوبيا أبدت مرونة مرونة كبيرة يعني بالمغارنة مع المغارنة ويقتلع حتى أنا شاعر بأنه هناك في قناعة بدت تتولى لأنه أحسن لها هي تتخذ الاتفاق الاتفاق الـ 59 كمرضيعية لأنه في دولتين تانيات ده مقترح السودان ده مقترح السودان يعني الخلاف الآن حول التقرير بتاع الدراسة بتاع الاستشار هجاب لأنه ما يلتزم بالمرجعية المفروض يتقيد بها واختار الأحسن على المتفق عليه في بعض الحالات اختار الأحسن في بعض الحالات وخرج من التعاقد وفي هما في النها طبعا المصريين يجب أن الحكاية كويسة معهم فما دارين الناس يتجاوزوا الموضوع هذا طيب هل يستحق الأمر دكتور سلمان على ضوء سيتم يعني بود سيد نحن طبعا أصدقاء كلنا المصريين والسيبيون كلنا نحن كأتيام فنية أصدقاء جدا ونعرف بعض ونتناغش بود شديد جدا لكن بنتفاجأ فجأة من التفاجأ بالإعلام يتكلم بصورة شريفة جدا الخبراء رئي المصري دكتور سلمان على ضوء الوقاية التي ذكرها الترفيس السيف يعني أنا أعتقد أن هناك ارتباك في الموقف المصري الموقف المصري أيد لسد النهضة في اتفاقية إعلان المبادئ التي وقعها الرؤساء الثلاثة سيسي والبشير ورئيس الوزراء هايلي ماريام وافقوا على قيام السد وأوضحوا أكدوا بوضوح حقية سيوبيا في استخدام ميهنية للتنمية وأكدوا أن السد من ألي التنمية الغرض من سد النهضة وتوليد الطاقة المساهمة في التنمية الاقتصادية الترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي من خلال توليد الطاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها هذه مادة أساسية في اتفاقية إعلان المبادئ الارتباك هذا يعني يأتي أحيانا هناك تأييد للسد وهناك وقوف بجانب السد وهناك وقوف بجانب حق وثيوبيا في استخدام ميهنية للتنمية بعد فترة نجد صوت آخر أنا أعتقد أنه بيبطى حالة الارتباك داخل المؤسسة المصرية المؤيدين للسد أحيانا بيرتفع صوتهم المعارضين للسد أحيانا يرتفع صوتهم فهذه الفترة هي الصوت الذي ارتفع والصوت المعارض لسد النهضة المشكلة الأساسية أن هذا السد مفيد للسودان وهذه هي المشكلة الرئيسية بالنسبة لمصر من أين تأتي هذه المشكلة؟ خمسين مليار متر مكعب يأتي في ظرف ثلاثة أشهر من منتصف يونيو حتى منتصف سبتمبر بعد منتصف سبتمبر النهر ضعيف الإيراد وليس تتناكم إمكانية لاستخدام في الزراع أو في الري أو في التوريد الكهرباء الذي سيحدث بعد قيام سد النهضة أن انسياب النيل الأزرق سيكون منتظما طوال العام وهذا سيعني أن السودان بدلا تكون لديه دورة زراعية وحدة يمكن أن تكون لديه ثلاثة دورات زراعية مثل مصر مصر لديها ثلاثة دورات زراعية بسبب السدر العالي نحن لدينا دورة زراعية واحدة بسبب أن النيل الأزرق يأتي في ثلاثة أشهر إذا عندما يتم انتظام انسياب النيل الأزرق طوال العام هذا سيعني ثلاثة دورات زراعية سيعني انتظام توليد الكهرباء من سيد مروي سيد مروي في فترات فبراير مارس أبريل يكون التوليد متزبزبا سوف يكون التوليد منتظما لأن هناك كمية من مياه تدين التوربينات فالذي سيحدث أن هناك عشر مليار متر مكعب فشل السودان فشل تاما منذ عام تزعى وخمسين في استخدامه وزير الرئي الأسبق كمال علي صرح بأن هناك ستة مليار ونصف وتصفح تحدثنا عنه وأسيرنا له في عدد من اللقاءات السابقة وسأحطيك له في لاحقا هناك ثلاث مليار ونصف أخرى أتت نتيجة زيادة مياه النيل عشر مليار فشل السودان في استخدامه هذه العشر مليار تسهب إلى مصر كل عام الذي سيحدث بعد قيام سد النهضة وإمكانية السودان فأن يستخدم ثلاثة دورات زراعية وتوليد الكهرباء أن هذه المياه لن تسهب لمصر ما تنسل هم دارين نعترف بما نبدأ من الواقع الآن وليس من من تزع وخمسين إذا سد النهضة صيحت السودان حق في استخدام نصيبه كامل من مياه النيل هذه العشر مليار لن تسهب لمصر وهذا هو المحكة الأساسية هو سبب الارتباك داخل مصر فأنهم سيفخدون عشر مليار مكعب سنويا والمشكلة ستكون مع السودان ستكون مع السودان وليس نوع السيوبية وهذه الصلاة فيها السر والجهر هذا هو الجهر السر في وماسي قال الآن قال السودان هو المستفيد لو لاحظوا أحد مخبران ري السودان مستفيد من سد النهضة أكتر من أسيوب نفسها وقال لها قال لها الدكتور محمود أبو زيد قال الدكتور صفاد عبدالدام من حجز الطمي في السنوات الماضية كان عندما تقطع الكهرباء البيان الرسمي أن التوربينات توقفت بسبب الطمي الطمي واقفة التوربينات السد النهضة سوف يحجز على قدر كبير من الطمي سيريس وسي النار سوف تواصل عملها بانتظام وبدون هذا الطمي الكهرباء الأثيوبية ستكون أرخص كثير من الكهرباء السودانية يعني أعتقد أننا لن نحتاج لأن نبني كاجبار أو الشريك أو دال أو هذه الشتود هذه لأن الكهرباء رخيصة وهناك خط ربط الكهربائي بين السودان وأثيوبية يمكن توسيعه وتقويته ويمكن شراء الكهرباء من أثيوبية هناك إمكانية التخزين السودان يمكن نخزين مياه في بحير السد النهضة نحن التخزين عندنا 10 مليار أو الأخصيح ممكن ياكيد 10 مليار فقط مصر لديها 162 مليار نحن لدينا 10 مليار ممكن باتفاق مع الحكومة الأثيوبية نخزين خضر من مياه ونستفيد منه في الري في ولاية النير الأزرق أو نستفيد منه في فهذه فوائد كبيرة وهذه الفوائد ياخد طاهر في الخانون الدولي يسموها منافع دول أسافر المجرى والدولة اللي بتبني مثل هذا السد تلزم الدول المستفيدة بأن تساهم في بناء السد وحدث هذا بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا كندا بنت سد في وضع مماثل لسد النهضة هذه وقبل البناء في سد ذهبوا إلى الولايات المتحدة وقالوا لهم أن هناك فوائد كثيرة مثل سد النهضة السدان ستأتيكم ما قالوا لهم فدفعوهم جزء من تكلفة السد نحن هنا ليس هناك أي تكلفة هناك الكلام عن نهيار السد يعني أنا دائما بندهش أنه مصر مهتمة بسلامة السد أكثر من السودان هناك أكثر من 45 ألف سد كبير في العالم لم نسمع في خلال 20 أو 30 عاما الماضي أن هناك سد ينهار لماذا سيهنهار سد النهضة؟ لماذا سيهنهار سد النهضة؟ ولن ينهار السد العالي السد العالي بنية بتقانا متخلفة من التعهد السوفيتي في الستينات هذا السد يبنى بتقانا أوروبية في هذا القرن السد العالي يحجز 162 مليار هذا السد يحجز 74 مليار وثيوبيا ليست ننطقة زلزال إذا فتحت أي كتاب أو رجحت لأي مواقع ما بتيجي زلزال لكن الأخوة المصريين بيخويفون السد حينهار وحيغرركم هذا كلام دار يقول لسيف قال واحد من الجماعة على سبيل بتكلم قال يعني فوائد السد بالنسبة للسودان زي العربية فكر يورينا الفرامل أنتو عملتوها اللي هو اللي قال وقال إنه هضس يعني قال إنه لا وجد أي سند هندسي وأنه تصميم السد وكده ما تم السودان ما اشتغل بالموضوع ده والناس قلبوا معلينا يا أخي جدا الإخوان جرانا والأشقاء وكده قلبوا معلينا نعم أساساً تعلم بذل المفاوضات دي في رجل الخبراء يعني تم أسيوبيا جابت كل الأوراغ الخاصة بالتصميم والتلاها دول حقيقة ومعانا أربع خبر عالمين واحد من جنوب أفريغيا واحد من ألمانيا واحد من بريطانيا واحد من فرنسا وإننا كنا اثنين من كل دولة بعدين كان في الأتيام المساعدة فقعدنا أكتر من سنة راجعنا التصميم والتعدلات الهداسية كان تمت من السودان حيث أنه السودان كان عنده خبرة في بناء السدود في السنوات الأخيرة أول حاجة تم تعديل في نوعية السد يعني السد البخزن في السد الخرصاني في السد الركامي السد الركامي تغريبا بخزن زي 50 بليون فهذا تم تعديل حتى النوعية بتاعت السد وتم تعديل الأساسات بتاعت السد وتم تعديل التحمل السد بدل أكان مصمم على فيضان بيجي مرة في الألف عام عملنا بيجي فيضان بيجي مرة في العاشرة ألف عام يعني اللي هو طبعا معنا تكلفة وتقوية أكتر تم تعديل في البوابات تقريبا تم تعديل في كل شيء وأنا بعتقد أنه هذه التعدلات تكلفت أسيوية ما بين 1 و 3 من 10 إلى 1 و 5 من 10 مليار دولار وأسيبة قامت بكل التعدلات ونحن تابعنا هذه التعدلات على الأرض لما نتأكدنا أنه تم تنفيذها بالكامل فأبيق السد من ناحية الهندسية هو زي ما ما تكرم الأخذ أكتر سلمان على أحدث الطرق الهندسية الأساسات دي تمت مراجعات وتمت يعني الجانب السوداني شاف آلاف العينات من التربة وتمت المراجعة بتاعة الزلازل هذه المنطقة ما منطقة زيزة زالية تبعد من 600 إلى 800 كيلومتر من الإي بي سنتر طبعا العالم دعم موزع المنطقة فيها البحثة الفاء زيزة زيزة بسمها ده الإي بي سنتر بتاع الزلازل صخور نارية هي خلاف الصخور اللي تبنى فيها سدود كثيرة في الحوض هنا على الصخور المتحول هو الرسوبية فالسد مننا نحن طبعا كان كسودان كان هم من الأول الأساسي كان سلامة السد السدة بعدين التغنيات يعني تغيرت في سلامة السودية يعني زمان قام في الروسيرس في عشرين جهاز بقيس الآن في في مريبا اكتر من الفين وربعمية من الفين لارف تغير حسن يعني أكتر من الفين تغيرت حد ستنا جهاز لقياس التحركات والضغط والسلامة في السد فالتغنيات كل يوم الآن نحن يعني تم تعديل للأجهزة في الروسيرس بعد التالي عشان تغيرت ودي أشياء دغيرت يعني السلامة ذاتها هي ماشية التكنولوجيا ماشية مع الزمن وبعدين هذه الشركة ساليني نحن ماشينا اطلعنا على سد أومو جيب بيسري واللي هو ده في نهر أومو واللي هو بيمشي من من سيوبيا لكينيا سد أعلى منه بمئة متر وشوفنا نوعية اطلعنا على النوعية بتاعت الشغل البدوانبي ساليني أحسن من السدود حتى السدود تمت في سودان من ناحية النوعية النوعية العمل الشركة المستشار شركة أوروبية فرنسية اللي هو أشرف الزمان وصمت الرصير يعني السد هذا بني على أحدث التغنيات العالمية ونحن تأكدنا يعني حتى الزيار يعني تم مطمينين نحن مشانا نشوفنا كل الأمور تمام الشيء جانب الفني مطمين على سلامة فأنا أستغرب يعني لا نطمن أخواننا المصريين نطمنوا ملان على الهواء ما تخافوا علينا نحن متأكدين والموضوع الجماعة قالوا يطمأنوا السد 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 السنوات الآخرين ثلاثة أربع عجوة غير السد الصغيرة يعني عارف ما صلحته بالضبط عارف ما صلحته يا أخوان شكرا جزيلا السودان عارف ما صلحته أريد أن أضيف شيء أخر اتفاقية إعلان المبادئ التي تحدثت عنها قبل قليل والتي وقع عليها الرؤساء الثلاثة السيسي والبشير وهيلي مريم ماذا تقول عن سلامة السد تقدر الدول الثلاثة الجهود التي بدلتها أثيوبيا حتى الآن لتنفيذ جيبوا النص وتعالي وقع عليهم وقع عليهم الرؤساء تقدر الدول الثلاثة الجهود التي بدلتها أثيوبيا حتى الآن لتوفيذ توصيات للقوارات الدولية المتعلقة بأمان السد هذه اتفاقية وراء الكاميرا حتى الديامنشنس ليش الديامنشنس تحسد إحنا غيرنا اللي هي الديامنشنس يعني طول وعرض يعني حتى دي برضا عدنا السد الركام يعني كان فوق عرضه أربعة أمتار عملنا ثمانية أمتار يعني ضعفنا وضعفنا الأساسات يعني أنا أفتكر التعديلات تمت وبعدين طبعا التعديلات دي كانت بنغاش فني يعني صعب جدا لأنه أي تعديل مثلا تمرر الدولة 300 مليون دولار يعني لو قبلت مثلا تعديل واحد غد 300 مليون دولار فالنغاش كان حاد جدا وكان دقيق جدا كان الخبراء على جانب دي كانوا يدخلوا عشان يفصلوا في النغاش ومصر كانت موجودة لكن معظم التعديلات تمت من السودان وحتى الأبواب اللي حاولت مصر أنه يعني بعد شوية دالوا أنتو الآن انتقلتم لموقف الثالث بقيتوا مع السودان مصرحة السودان نحن 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 بتأتي في الأول طيب مصرحة السودان أول بعد إذا كان مصرحة السودان تقتضي التوفيق نحن بلسحة في التوفيق لكن لأن المرات بجي نحسس بص كأن السودان لا يجعل علاق للموضوع يعني يجل صراحة يجل الوسيط كده تعالوا أخوان يخصون لأنه مصلحة راجحة في الوضع يعني السد في الحدود السودانية إذا كانت هذه المنطقة كانت تبع السودان كان عمل نفس السد 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 في الحدود السودانية والتخزين الاستراتيجي دائما يكون أمام الدولة نحن افتكلم أنه التخزين في أسيوبيا بالزاية في نهر الأبباي نهر الأبباي الطبيعة بتاعته قوليز يعني ربنا خلقه للسد بتاعت الكهرباء دي يعني طبعا كله كله دول ربنا موزع الأجسام دي نحن ادانا الزراعة الأرض المبسطة دي ما أرض فيها تخزين هاي دي أرض منبسطة للزراعة للزراعة التخزين تماما يعني إنت لو شفت هذا السد نحن طلعنا عليه في حتات كثير يد هو ربنا جابه لل وهو فعلا فيه 50% من الطاقة الكهرباء في أسيوبيا يعني إذا كان أسيوبيا فيها متوقع أنه تنتج 160 ألف جيجاوات ساعة النير الأزرق هناك يسمون الأبباي اللي هو أبو نهار فيه 80 ألف متوقع أنه ينتج في ألف جيجاوات ساعة خلينا فيه أراضي رعية بسيطة جدا جدا أنا حقا نقطة التحكيم والمصريين الآن بتكلم عن التحكيم لكن جبها يعني إذا كان شنو المزعش في موقف السودان في تقديرك يعني أنت متابع للملف الآن ليه تعاطي السودان الآن مع موضوع سد النهضة رغم أنه حاول التوفيق كثير في القضايا الخلافية وحسب الكلام اللي قالوا سيف الآن أنه عمل تعديلات كثيرة لكن ظل هذا الموقف متهم على الدوام من قبل النخبة المصرية بأنه موقف منحاز وموقف غير متسق مع مصلحته ذاته الذاتية يعني حتى مع مصالحنا الذاتية ما متسق وذي سمعتك كلام أستاذ الخبير رسلان في بركز دراسات الهرام بحكاة كلام قبل شوية حكاية التحالفات وأنه حتى الناس يقولوا كلام ده قم شعبهم التاريخيا ويعني راح حزين يقول الكلام ده أنه تاريخيا السودان كان مواف مع مصر مصر بتقول أي شي في مياه النيل السودان بيجي معها اتفاقية تزاو خمسين اتفاقية مشحفة اتفاقية ظالمة السودان وقع وافق عليها ورح الاهالي حلفة اخذ تعويض ضعيف جدا حتى في الاتفاقية بتقول أنه إذا دول طالبت بحقها في مياه النيل يخص مناصفة بين السودان واصر ما بالنسبة خمسة خمسين ونص وطمنتاش ونص يخص مناصفة فاتفاقية مشحفة فالسودان قبل وعلى مر العصور كل وزراري سواء كانوا فنيين أو سياسيين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين كانوا موافقين هذه اتفاقية ففجأة السودان يستيقظ على مصالحه ويقف موقف ضد مصر بهذه القوة بالنسبة له مزعج يعني تستمع للآراء وتندهش كأن في السودان لا يوجد شخص أو لا يوجد خبير يعرف مصالحة السودان يعني هم الموقف أبوي بالنسبة لنا ويكلمون عن إيارة السد ويكلمون عن كأنه ما في خبراء عندنا خبراء عندنا خبراء في قائمة من الانتياز فأنا أعتقد أنه فجأة مسألة السيخصة في عمل السودان لم يعد في جيبها كما كان في الماضي أنه أصبح يأخذ مواقف مستقلة مواقف تخدم مصالحه وهذا بالنسبة لهم مزعج لكن كما ذكرت المزألة تعلق بالعشر مليار التي سيكون في إمكان السودان يخدام يعني مصر عين على العشر مليار هذا هو المحك هذا هو المحك هذه العشر مليار إذا اكتمل السد والانتظام الساد للمياه النيل فيمكن السودان يكون كما ذكرت دورتيا مثلا دورات رائعية وهذا سيجعل السودان يستخدم كل نصيبه والعشر الانتساب إلى مصر وهذا هو المحك طيب خلينا يعني نقرأ كويس الآن ده الواقع الآن الجماعة دي الآن الجوطة حاصلة بالشكل الكبير ده الأمور ستمضي كيف تقديرك أنا بعتقد أنه يعني من ناحية الفنية ما زال هناك فرصة فرصة كبيرة جدا للتوافق حول هذه الدراسات السودان قدم عرض أنا أفتكر متميز جدا راعة راعة مصالح التلاثة دول مرفوض عرضهم المصريين الآن بيقولوا لا عرضهم منحاس المهم في النهاية إحنا أعتقد السدة سيكتمل سيبدأ فيه التخزين إحنا أفتكر أنه ده فرصة زهبية أنا يعني كما ذكرت فيك طعم يا هنيل ده فرصة زهبية يعني السيبيا كانت في السادق لا تتحدث عن موضوع التفاقية 59 ولا تقبل حتى الحديث عنه فكون يكون هو الآن هذه وده بحافظ على الحقوق التاريخية بالضبط يعني كون تكون هذه الاتفاقية يعني السيبيا ستتوقع على مستند فيه المرجعية للسودان ومصر التفاقية 59 أنا أفتكر ده فرصة كبيرة جدا لا تغدر النقطة الثانية أنا ذكرتها أنه المستشار الآن في فرصة أننا نتناقش نتحاور مع المستشار مباشرة السيبيا وافقت في الأشياء الفنية ونفتكر ده فرصة لمصر يعني المستشار عنده فهمه في بعض القضايا مع الفهم المصري فهنا عندهم أكتر من الدولتين ثانيا الاحتكام الموجود سيكون للتعاقد التم بين التلاهدول ودي أشياء فالنية مذكورة واضحة ما عليها خلاف أنا أفتكر المقترح السوداني يعني تم إعداده بدقة وبمنشهو كبير جدا وهو المخرج يعني ويمكن أصط وإنت في التفاوض ما بتجي كل شيء كل حيقتك نعم ما بتجي أي زمان ندون التفاوض واحد يبدأ من هنا الكوب ده واحد من هنا ممكن واحد يتحرك يجي لحد يلازم التحرك يتم من الأطراف كلها أنا تحرك وانت تحرك ده مبادئ علم التفاوض ما فيش حاجة كاملة ما فيش حاجة كاملة وهذا السد أنا الكام ده أقول يعني الإخوة المصريين سيشاهدوا هذا البرنامج السد لا يوجد فيه ضرر لمصر على الإطلاق السد هو يعني سد ببني الآن نحن بنتفاوض في التشغيل التشغيل ده نحن بالراعي مصطحة الدولة البنة السد أنه يشتغل وأنه ما يكون أضرار أضرار نحن قلنا البيس سيكون اتفاق 59 أي حاجة أقل من 59 نحن نحتبر ضرر أنا أفتكر يعني مصر مفروض تهلل تهلل بهذا محد موضوع نشوف بهلو طيب حازلك ما حيهلله لإتفاق 59 أنا كنت أخذ نقطة أنا أدرسك عن أنه المصريين قالوا أنه هم جاهزين للتصعيد فيما نفسها نوضي للتحكم الدولي لكن نقول كلامكم بعد نرجع لموضوع التحكم يعني جزء من الأشياء الآن بيقولوا إنه الاتفاق 59 بيقول أنه لازم مصر بتهلي على الأقل اتفاقية 59 هي اتفاقية سنائية بين مصر والسودان ما بتلزم بقية الدول والدول الأخرى رفضتها كتابة ورسلت رسائل للسودان ومصر ولمظامة الأفريقية ولا الأمم المتحدة لأنها ليس اطرف فيها وبنحية القانون دولي لا تلزم الاتفاقية تلزم الطرفية الطرفية فقط إذا سيوبية وافقت لم توافق عليها إطلاقا سيوبية رفض وترفض إذا وافقت على هذه الاتفاقية تبقى مرجعية تكون مرجعية للسودان ومصر وطبعا لا يوجد مرجعية هذه غيرها السودان ومصر فقط سيوبية السودان ومصر هي كانت حتى لا لا تتحدث عن موضوع الاتفاقية ولو أي شخص تحدث في أي اتماع في أي مؤتمر يرفعه الأول الآن هذا المستند ستكون في الاتفاق الاتفاقية على الأقل تحكم 2-3 من الدول ونحن مرتضلينها والأخوة المصدين أعتقدهم مرتضلنا لو الأخوة المصدين مرتضلنا كانت موضوع آخر لكن أنا أفتكر ونفتكر دي فرصة لتوطيد هذا المفهوم طيب أنا أفتكر الحل في هذا المقترح طيب نجيك ثاني نشوف أكد المتحدث باسم وزارة الريد دكتور حسام الإمام أن مصر جاهزة للتصعيد في ملف سد النهضة إلى التحكيم الدولي بعد تجميد المحاوضات وقال أوراقنا جاهزة للتحكيم الدولي تعليقك تعليقي مصر وقعت على اتفاقية أعلان المبادئ وتحقيق أعلان المبادئ المادة العاشرة تقول مبدأ التسوية السلمية للمنازعات تقوم الدول الثلاثة بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن نواية إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات فيمكن لهم مجتمعين مجتمعين طلب التوفيق الوساطة أو حالة الأمر لعناية رؤساء الدول رئيس الحكومة ليس هناك أي حديث عن التحكيم وإذا كان هناك حديث عن التحكيم التحكيم يتطلب الطرفين يعني ما في طرف واحد بيشيل أوراقه وبيسهب للتحكيم وبعدين أنا سعيد يعتبر أن الأخوة المصرية يتكلم عن التحكيم لأنه إذا كان هناك كلام عن التحكيم في سد النهضة لماذا لا يكون هناك كلام عن التحكيم في قضية حلايب أنا أعتقد أنه يجب أن نضع التحكيم على الطاول ويتحدد أن التحكيم ليس فقط في سد النهضة ولكن في نزاح في منطقة حلايب المحتلة ما هيك في قصة التحكيم والله يشوف إحنا أنا بدي أرجع النقطة بتاعت أنه يعني بعض الإخوة الإعلاء أنا أفتكر الإعلام يعني حاول هي الموضوع زي القهوة تكون كده قاعدة في الكوباية تطيط صوتها كده خبراء لكن خبراء خبراء لكن غير مختصين غير مختصين غير مختصين في ناحية الفنية يعني أنت الخبيل ده لو ما عرف السد وسار وزار واسيوبيا بعد مئة مئتين سنة ستزرع ومعتزقي كم ده ما مفتبره لكن يعني أنا مستغرب أنه يقول السوزان وقف مع اسيوبيا ما نحن في حضانيل وقفين ضد اسيوبيا نحن ومصر وقفين ضد اسيوبيا في الإيقاد نحن وقفين ضد البرتوكول بتاع الإيقاد نحن وقفين كينيا ويوغندا والسوزان واسيوبيا في في طرفه وكانت يعني نغاش فني شرس جدا جدا ليه ما ذكروا بس إيش معنا بس اختاروا هذا ما تعودوا هنو السودان السودان الآن موقفنا في حوضانيل يعني في الإطار الموسي الغانوني مع نفس الموقف المصري لم يتعود موقفنا في إيقاد برضو مخالف لأسيوبيا إيش معنا أصبحنا لو بنغاد لأسيوبيا أنا محاولة ابتزاس أو محاولة توضع الناس في دائرة الاتهام وخلونه يدافع الأصل أنك تدافع عن مصلحة بلدك لدينا مصالح وعندنا مصالح مشتركة مع أثيوبيا السودان مصالح مشتركة مع الدولتين طيب كيف ستصير الأمور ختاما نختم هذه الحلقة دكتور سلمان كيف قادر التعاين للمشهد أنا عمد في خوانية المياه لحوالي 15 عام في البنك الدولي وكان المبدأ الأساسي الذي بنيت عليه عملي في البنك الدولي كمستشار ومبدأ التعاون المجاري المائية الدولية لا تدار إلا بالتعاون لا تدار بالتهريج الذي سمعناه خبل غريل لا تدار بالعضلات الدبلوماسية لأن عضلات الدبلوماسية تتراخى كما حدث يدار بالتعاون وسد النهضة كان يمكن أن يكون مشروعا مشتركا في التمويل والإدارة والمنافع أضعنا هذه فرصة عندما قدمتها أوسيوبيا بالعكس أنا أعتقد أن السد النهضة كان يجب أن يكون بديلا للسد العالي ولسد روسيلس لأن كل المضار التي حدثت بسبب السد العالي والسودان كان يمكن تفاديها ببناء هذا السد ونفس المنافع كانت تكون موجودة الكهرباء الري الوقف الفيضانة فأنا أعتقد أن المسألة أساسية التعاون واتفاقية على المبادئ تحدثت عن التعاون لكن حديث شفاهاتا يعني على أرض الواقع لا يجي التعاون لأن الأخوة في مصر ما زالوا متمسكين بالحوة التاريخية وما زالوا متمسكين بكل التهريج التي سمعناها قبل قابلة قليل لكن المسألة الأساسية في المجاري المائي الدولي هي التعاون التعاون بحسينية المنافع المشتركة وهناك الكثير من المنافع المشتركة في الحوضة النيك بدل الحديث عن المياه الطاقة الأسيوبية الموجودة التي تتكلم عنها الأخوة الأراضي الزراعية الضخمة في السودان التي تروى من المياه الثروة السماكية الضخمة لبحارة فيكتوريا بحارة فيكتوريا بها أكثر من خمسة ألف نوع من السماك كل هذه منافع منافع مشتركة عندنا الماشية في جنوب السودان الملاحة النهرية المستقعات المستقعات جنوب السودان الملاحة النهرية الإمكانية مصر الصناعية كل هذه منافع مشتركة يمكن الالتفاة إليها الخروج من طريقة التفكير الآن الى هذا الملف في مصر يعني الى التفكير بعقلية المنافع العام بتشمل الجميع ده حال أنا أفتكر أنا شخصيا تحدثت مع الكلام قاله لما ملس كان عرض الشراكة أنا شخصيا اتكلمت مع المصريين أي ما علي فرصة أن تشاركوا في هذا السد وتكون عندكم فرصة للإدارة المشتركة رفضوا وقالوا الكلام قالوا لي بالنص انه والله ان احنا ما بنشارك في الموضوع على السدة الا بعد نعمل الدراسات ونتأكد انه هذا السد لن يضر المصلحات مصر قلت ولكن لما بعدين الدراسات ينتهي يكونوا مصر يكتمل دني من واحد النقطة الثانية انا بذكر الاخ الوزير معتز في اخر اجتماع فكان طرح على الوزراء انه نعمل بريس بيان صحفي بيان صحفي ووزير محمد عبدالعاطي يعني برضو هو زميلنا وفني وكده فقال لي يا اخي ما في داعي لل الإنجسطالي ونحن ونحن حنرفع هذا الأمر المختلع السداني ان شاء الله للغيادة العليا وكده يعني لحد اخر لحظة وحتى وتعشنا وبعض وانا الصباح ايضا اعملت اجتماع مع الاخر المصرين فتم باوت كبير جدا فجأة يعني ايجا في الصحفة الغريبة صحيفة الاحرام وانا جاء في الطيارة بقرا جابت الخبر المظبوط انه السداني رفع مخترح ومصر قالت سترفع الغيادة السياسية وكده انا قالت كان الخبر الوحيد في الصحفة اليوم اللي هو امس هو اليوم هو انفجر هذا الموضوع في علام لكن انا افتكر زي ما تفضل الاخ دكتور سلمان ما فيش يعني خروج من هذا ومن المواضيع الاخر في حوضانيل الا بالتعاون التعاون هو فرض هنا علينا لتحقيق المصلحة المشتركة شكرا لك بروفسور سيف الدين حمد رئيس الجانب الفني السوداني في مفوضات سد النهضة شكرا للدكتور سلمان محمد احمد سلمان الخبير القانوني الدولي في مجال المياه نأمل ان نكون بذلك وضعنا الصورة حول التطورات التي تتيم الان في موضوع سد النهضة بين يدي السادة المشاهدين ونطمين الاخوة في مصر ما في ما في اي اسكال ما يقلقوا علينا مصلحة برضا حرزين علينا هم حرسان مصلحات ونحن حرسان مصلحاتنا ما في اسكال ما يقلقوا علينا دي جميلة ما يقلقوا علينا الفقرة التالية وصل صوتك الخرطومة جريفة رب ربا 78 شكاوى للمنطقة هناك خلقكم معنا